وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بكافة أشكالها تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع فروعها الجغرافية بمدريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحجبها عن تداول وبيع سلع منتهية الصلاحية في إطار مواصلة الجهود الأمنية لمواجهة الجرائم التموينية بشتى سورها فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنصيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن في ضبط أكثر من 243 طن ضقيق بلد مدعم قام مسؤول عدد من المخابز البلدية بالقاهرة والجيزة وسهاج وشمال سيناء والقليوبية بالتصرف فيها ببيعها بالسوق السوداء مستوليين بذلك على الدعم المقرر لها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة كما تمكنت من ضبط أكثر من 18 طن ضقيق أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء بالقليوبية والجيزة والمنوفية والقاهرة ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 74 طن أرز أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالقليوبية والقاهرة والشرقية والجيزة وكفر الشيخ وسهاج وأسوان الأجهزة الأمنية ومع استمرار حملاتها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق تمكنت من ضبط نحو 54 طن زي الطعام ومواد غذائية أخرى متنوعة تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالقاهرة وسهاج والجيزة والشرقية وتمكنت من ضبط 73 طن مواد بناء متنوعة قام مالك عدد من مخازل لتجارة مواد البناء بالمنوفية والشرقية والدقهلية وسهاج بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 21 طن أعلاف حيوانية بمخزن بدون ترخيص لتجارة الأعلاف الحيوانية بقنة ومحل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول ونجحت في ضبط قرابة 24 طن أسمد زراعية متنوعة غير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤولي ومالكي عدد من محلات لتجارة الأسمد الزراعية بالمنوفية والشرقية وقنة بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 136 طن مخليلات ومسلزمات إنتاجها غير صالحة لاستهلاك الادمي وتشكل خطرا على صحة المواطنين حال ترحيها للتداول بالأسواق بمصنعين لإنتاج وتعبئة المخليلات بالمنوفية والشرقية كما نجحت في ضبط أكثر من 16 طن ملح طعام وزيد طعام غير صالحة لاستهلاك الادمي بالمنوفية والغربية وكفر الشيخة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 35 طن لحم ودواج ومصنعاتها غير صالحة لاستهلاك الادمي وتشكل خطرا على الصحة العامة حال ترحيها للتداول بالأسواق بالشرقية والقليوبية والقاهرة اشتركوا في القناة